خلال اجتماع عقد في مقر البعثة الدائمة لتركيا لدى الأمم المتحدة في نيويورك بحث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي ونظيره التركي رجل طيب إردوغان الوضع الإنساني في شبه جزيرة القرم المحتلة إضافة إلى وساطة تركيا في مسألة إطلاق سراح المحتجزين الأوكرانيين بشكل غير قانوني من قبل روسيا لا سيما المواطنون من تتار القرم وكان الرئيس التركي وقبل لقائه الرئيس زيلنسكي أكد خلال كلمة ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن أنقرة لا تشرع احتلال روسيا شبه جزيرة القرم ولن تعترف بها إلا بوصفها أرضاً أوكرانية يجب الحفاظ على سيادة ووحدة أراضي أوكرانيا بما في ذلك أراضي شبه جزيرة القرم التي لا نعترف بضمها من قبل روسيا ونؤكد على الحاجة لبدل مزيد من الجهود لحماية حقوق تتار القرم اشتركوا في القناة